أهمية تركيبة المؤقتة اللي بتحط على الزرع ايه؟ الوقت انا باعمل زرعة في تركيبة مؤقتة في تمبر بتحط كده واللي اعمل لودينج على طول في حالات مثلا زي كده والله هو في حالات مهمة جدا ان احنا نعمل لها مؤقت او ان احنا نعمل لها مؤقت ثابت على الزرعات واحنا بنعمل كده في السنين الاخيرة ان احنا نعمل حاجات ثابتة على الزرعات المؤقت ده ليه اهمية كبيرة أول حاجة إحنا ما بنتطرش بعد ثلاث شهور نفتح فتح جراحي تاني لأننا لما بحط الزرعة العظم واللسا بيقفل عليها فما بنتطرش أفتح فتح تاني بعد الثلاث شهور علشان أقدر أعمل الدعامة اللي بتمسك الكراون أو أقدر أركب عليها تاني بعد الثلاث شهور اللي هي مدة التقام العظم على الزرعة حالة زي كده إحنا زرعنا بعد كده حطينا هيلينج يعني حاجة بتعمل تشكيل اللسا أو حطينا تركيبة مؤقتة التركيبة المؤقتة دي لها أهمية كبيرة دي تركيبة مؤقتة على الزرعة في وقتها لها أهمية كبيرة جدا بتحسن اللسا أو شكل اللسا حوالين الزرعة وده السبب الأساسي أو الرئيسي اللي بيخال الزرعة دوم وقت طويل جدا يعني لو في صورة تانية للحالة دي الصورة دي الصورة دي بعد ثلاث شهور يعني لما ركبنا التركيبة المؤقتة حطينا الزرعتين وركبنا التركيبة المؤقتة هتلاقي اللاسة هيلد وشكلها جميل جدا حوالين الزرعة السبب ده أو الشكل ده هو اللي يخلي الزرعة تدوم وقت طويل جدا يعني ما فيش بردونتايتس أو الالتهابات لاسة أو أي حاجات متجمعة حوالين الزرعة فده أهمية كبيرة للتركيبات المؤقتة غير أن أنا ما بفتحش مرة تانية على الزرعات بعد ثلاث شهور يعني مريض لو حط زرعة وحط عليها تركيبة مؤقتة بيستفاد استفادة كبيرة أن الزرعات دي ممكن تعيش معها وقت طويل جدا جدا ده مفهوم الزرعة الفورية؟ ده المفهوم بتاع الزرعة الفورية نفسها؟ الزرعة الفورية أن أنا أشيل الجدر أو السن اللي هيتخلع وحط الزرعة في نفس الوقت اللي احنا شفناها من شوية اللي احنا شفناها التركيبة المؤقتة عليها دي تركيبات مؤقتة على الزرعات الفورية أهمية